فيلمنا بيبدأ مع جورج طفل صحي من النوم وهو مبسوط جداً لأنه كان مستني اليوم ده من زمان وهو اليوم اللي والده فريدريك ووالدته قالي هيتبانوا فيه طفل ويبقى أخ جورج وبيقولهم إنه عايز يجي معاهم لولا إنه ورا مدرسة ولازم يروحها المهم إنه أما يرجع من المدرسة يلاقي أخ ليه يبقى أصغر منه لأنه عايز يبقى الأخ الكبير وبيروحوا على دار الأيتام عشان يختاروا الطفل المناسب لهم والابنهم وبيشوفوا كل الأطفال وهما بيلعبوا قدامهم عشان يختاروا واحد منهم وبيلاوا صوت طالع من تحتهم وبيقولهم إن اختيار الطفل صعب شوية وبيبقى الصوت جاي من فار بيتكلم وبيقولهم إنه يعرف كل الأطفال الموجودين في الدار ويممكن يساعدهم في الاختيار زي مثلاً لو عايزين بنت فعندهم اللي بتقدر تتكلم فرنس كويس جداً واللي بتعرف ترقص ولو ولد فعندهم حد بيعرف يقف على يده والتاني سريع جداً ويممكن يكسفوا مسابقات الجاري وبيكونوا منجزبين للفار وبيتكلم معهم وبيقراروا إنهم يختاروا هو للتبني وبيتبنوا ستورت الفار وبياخدوا البيتهم وبيوصلوا كلهم البيت وبيقولوا لستورت إن ليه أخي اسمه جورجي كمان وينساجموا قوي مع بعض وبيعرفوا على كل العيلة الموجودة في الصور قدامه لحد ما بييجي مع ليسنوبل القط بتاعهم وبيحاول يأكلوا لكن فريدريك بينقذوا من بوق سنوبل وبيكلم القط إن ستورت خلاص بقى فرد من العيلة وممنوع أكل أفراد العيلة وبييجي جورجي من المدرسة وهو مبسوط جدا إنه أخيرا هيشوف أخول جديد وما بيشوف قدامه فار صغير بيخيب أمله في إنه يبقى ليه أخ طبيعي وبيسيبهم وبيروح يعود لوحده وما بيجي وقت إنهم بيكون لستورت قدر واحده عشان ينام فيها وسرير خاص بيه وما أهله بيسيبوه وبيمشو بيلاي إن القط سنوبل داخل عليه وبيقوله إنه نايم على سرير كامل وهو مرمي على الأرض وبيقوله إنه يستحسن يبعد عن الشبابيك لإن لو القطة تعرفت إنه فيه فار موجود في البيت مش يرحموه وما بيجي تانيهم وبيصحوا كلهم من النوم بتطلب ألي من جورجي إنه يغير البيجابة بتاعته ويحطها في الغسالة بيحطوا هدومه على ستورت وبيشيلهم به وبيرميهم في سابة الغسيل وبالتالي ألي بتشيله الهدوم زي ما هي وترميها جوا الغسالة وبتشغالها وما بتاخدش بالها إن ستورت موجود جوا الغسالة وممكن يغرق وبيفضل ستورت يستنجد بقى أي حد لحد ما بيجيله سنوبل قدامه وبيقوله إن كان نفسه يساعده لكنه مش عايز ومحتاج يروح يأكل دلوقتي وبيسيبه يغرق لكن أهلي بتاخد بالها منه في آخر لحظة وبتفتح له باب الغسال عشان ما يغرقش وبيجيبوله الدكتور عشان يطمنوا عليه بعد ما تغسل وبيروحوا بعدها على محال الهدوم عشان يشترونه لبس جديد بخصوص المناسبة العائلية اللي هيعرفوا ستورت فيها على العيلة كلها وبيجيب لهم الرجل اللي شغال في محل اللبس كل اللبس الصغير اللي عنده وبيقيس ستورت قدامهم وبيستقروا على الهدوم اللي ستورت هيلبسها في المناسبة وبتتجمع كل عائلة فريدريك في بيته وبيتصدم كلهما ما بيعرفوا إن المتبني هو وفار متكلم فبيحاولوا يداروا على صدمتهم وبيقدموا الهدايا اللي جايبينها لستورت لكن ولا هدية بتمفع ليه لإن كلها بتبقى كبير عليه وبيدق جورج جدا لإن الاهتمام كله بقى لستورت وبيقولهم إن كلهم مجانين لإن ولا هدية من دول تنفع لستورت حتى لإنه فار مجرد فار ومش أخوه كمان وبيفضل ستورت إزعلان جدا عن اللي حصل له وبيروح لأهله بالليل وبيقولهم إنه نفسه يعرف عائلته الحقيقية عشان على قل هيبقوا شبهه ونفسه يقابلهم أو يعرف أي حاجة عنهم وبيروحوا فعلا تاني يوم على دار الأيتام عشان يسألوا مديرته لو عندها أي معلومات عن أهل ستورت الحقيين وبيبقى في نفس الوقت ستورت قاعد في البيت مع سنوبل وبيحاول إنه يصلحوا العلاقة اللي بينهم لإنهم بدأوا بداية غلط سوا بيرفض سنوبل إنه يتكلم معاه لإنه مش طبيعي يبقى فيه صداقة بين فار وقت وبيشوف سنوبل صاحبه مونتي اللي جاي عشان يأكل وبيخاف على شكله قدام مونتي أما بيعرف إنه فيه فار عندهم في البيت وممنوع على سنوبل إنه يأكلوا لإن ده طبعا عيبة في حقه كأوت وبيحاول سنوبل إنه يداري وجود ستورت بأي شكل لحد ما مونتي بياخد بانه من فار بيأكل قدامه وبيطل عشان يتأكد من اللي شافه وإما ستورت بيشوفه وبيكون عايز يسلم عليه وبيقدم نفسه إنه واحد من أهل البيت فبيقع مونتي من الدح إنه فيه فار قاعد مع سنوبل في نفس البيت وبيحاول سنوبل إنه يجري وراه عشان يعقبه على شكله اللي خلاه وحش قدام مونتي وبيهرب ستورت لقودت جورج عن طريق إنه بيدخل من تحت الباب عشان يستخبى من سنوبل وبيلاقي نفسه في وسط مجسمات لعبة بيكون جورج هو اللي عملها وبيكون جورج موجود في قطه وبيلاقي ستورت داخل عليه فبيطلب ستورت نلعب معاه بالألعاب الموجودة عنده وبيوافقه جورج ودي بتبقى أول مرة يلعبه سوا فيها وبيلاقي ستورت قدامه مركب مش كامل وبيعرف إن ده مركب جورج اللي المفروض يكمله عشان يدخل بمسابقة المركب الشرعية لكن الوقت هيفوته لإنها بعد يومين والمركب مش كامل لسه وبيقرر ستورت إنه يساعد جورج في تكملة المركب بتاعه عشان يشاركه بحاجة بيحبها وبيجي أهل جورج وبيكونوا مبسوطين وهم شايفين الطفلين بيساعدوا بعض وبيلعبوا مع بعض وبيبقى في نفس الوقت سنوبل بصص عليهم من الشباك وبيروح على قط من الشارع اسمه سموكي وبيطلب منه إنه يتخلص من ستورت بأي شكل لأنه مش هيدر يقتله أو ياكله وإلا هيتطرد من البيت ولازم اللي يتخلص من الفر حد يكون من بره البيت وبيوافق سموكي على مساعدته وبيعدي يومين وبيجي وقت مسابقة المراكب وبيبقى جورج بيحضر المركب بتاعه عشان يبدأ السباق وبيلاه قدامه مركب صاحبه أنتون اللي بيكرهه دايما بيتنمر عليه وأول ما أنتون بيشوفه بيقوله جورج كويس إنه موجود في المسابقة عشان ياخد المركز الأخير فيها وبيبدأ التجهيزات وبيحط جورج المركب بتاعه في الماء عشان المسابقة وبيشيل ستورت ريموت التحكم عشان يوديه جورج لكن بيوع منه وبيتكسر وأول ما بيشوف جورج اللي حصل بيقعد يعيط لأنه مش يقدر يشارك في المسابقة زي ما كان بيتمنى وبيشيل ستورت زنب اللي حصل وبيقرر أنه لازم يتصرف فبيركب على المركب وبيبدأ السباق لأنه بيعتمد على الشراع المركب وقوة الرياح الموجودة وبيفضل هو اللي على المركب عشان يتحكم فيها وبيفضل أنتون يدمر في المركب اللي حواليه وبيغرقها عشان يضمن المركز الأول وبيحاول الستورت على قد ما يقدر أنه يتفد المركب الغرقانة ويبعد عن مركب أنتون وبيقدر أنه ينتصر على مركب أنتون وبيكسب المركز الأول لأول مرة زي ما كان بيتمنى وبيحتفل بانتصاره مع أهله في بيته لكنهم بيلاقوا بباب البيت بيخبط وبيبقى قدامه أهل ستورت الحقيقيين اللي هم أبو أمه وبيطلبوا أنهم يقابلوه لأنه أحشهم جدا وعايزين ياخدوه عشان يعيشوا معا من تاني وبيتأسفوله أنهم سابوه لأن الساعتها ما كانوش قادرين يصرفوا عليه إنما دلوقتي بقى عندهم بيت كبير وجنينة ويقدروا أنهم يعتموا بيه كويس وبيبقى ستورت مش عارف يقول إيه لأهله وبتطلع أهله عشان تلمي الهدوم بتاعته وبتخلي ستورت يروح مع أهله وبيبقى جورج زعلان جدا إن ستورت أخوها يسيبه بعد ما حبه ويتعلق بيه خلاص وبيديله العربية بتاعته الصغيرة كهدية عشان يسوقها ويتحرك بيها زي ما هو عايز وبيمشي ستورت وأهله من بيت جورج على بيتهم وبيعدي 3 أيام وبتيجي رئيسة الدار عشان تقول لأهل جورج إنها دورت على أهل ستورت بناء على طلبهم زي ما طلبوا وبتقول لهم إن أهله الحقيقيين ماتوا من سنين عشان كده ما كانش لهم أي أثر فما بيفهموش إزاي ماتوا من سنين وهم ما جوا مخدوه من 3 أيام وفورا بيبلغوا الشرطة إن ابنهم ستورت الفار اتخطف من فرنة الصابع على أساس إنهم أهله وما تلغوش أهله وساعتها بيهرب سنوبل من البيت وبيروح على سموكي فورا وبيقول لهم إن الخطة بتاعتهم اتكشفت خلاص ولازم يلاقوا حل فورا فبيقول له سموكي إنه ما يقلقش ولا يخاف لأن ستورت هيموت النهاردة وأي أثر لها يختفي وبيروح أهل جورج لإسمه بيقولهم المحاقق إنه ما فيش أمل يلاقوا ستورت إن الخطفين ما اتصلوش يطلبوا مقابل فلوس معنا كده إنهم مش مهتمين بالفلوس أصلا وممكن ستورت يكون ميت دلوقتي وبيبقى أهل ستورت المزيفين طلبين منه نويل بيسويجي معهم فورا عشان عندهم لقاء مهم لكنهم ما بيستحملوش وبيبلغوا بالحقيقة إن فيه قطة هددهم إنهم لازم يمثلوا عليه وإلا هيقتلهم هما الاتنين وهو دلوقتي عايزوا عشان يقتلوا فبيعرب ستورت منهم فورا بعد ما بيودعهم وبيشكرهم جدا على إنهم قالوا له الحقيقة وعرفوا قيمة أهلو الحقيقيين وبيهرب من المكان مع إنهم ما بيكونش عارف عنوان بيت جورج لكن بيهرب وبيحاولوا أن يوصلوا وبيعرف سموكي اللي حصل وبيبلغ كل قطة المدينة إنهم يدوروا على ستورت لأنهم لازم يمنعوا من الهرب أو الوصول لأهلو الحقيقيين وفعلا أول ما ستورت بيدخل الجنينة بيلاقي إن القطة محصراه ومنهم سموكي عشان ياكلوا فبيحاول ستورت إنه يهرب بسرعة منهم وبيرجع بضهره وبيفضل نازل على منحضر قوي يمكن يهرب منهم لحد ما بيدخل جوا المجاري وبيقع في المياه هو والعربية بتاعته وما بتقدرش القطة إنها اضطردوا في المياه لأنهم بيخافوا يقربوا منها وبيخمنوا إن ستورت ما تغرقان لكنه بيظهر قدامهم عام على الشنطة بتاعته اللي فيها هدومه وبيهرب منهم لحد ما بيلاقي نفسه قدام بيته وبيبقى أهله كلهم بره البيت عشان ينشروا إعلانات عن اختفاء ستورت وبيدخل ستورت في البيت عشان ينادي على أهله إنه رجع البيت من تاني فبيلاس نوبل قدامه وبيقوله إن أهله في السينما ومن ساعة ما هو ماشي بقى يروحوا حفلات وصهرات وسينما وخرجات كتير وإنهم مبسطين عشان خلصوا منه وأكبر دليل على كده إنهم شالوا صورته من الصورة العائلية كمان وبيبقى أهله شالوا صورته عشان يتبعوها على الإعلانات في الشوارع لأن دي الصورة الوحيدة لستورت عندهم لكن للأسف بيصدق ستورت كلام سنوبل وبيقرر إنه يسيب البيت وما يرجعلوش أبدا وبيدخل الجنينة تاني وبيقعد في عش ترع الشجرة وبيبقى باقي القطط بيدوروا عليه وبيروح سنوبل معهم كمان وبيقدر إنه يحدد مكان ستورت بسهولة وبيقوله إنه لازم يهرب من الجنينة لأن كل القطط بتدور عليه عشان تاكله لكن بيكون الأوان فات لأن القطط خدت بالها إن سنوبل لقى ستورت خلاص وبيجهزوا نفسهم عشان ياكلوه لكن سنوبل ما بيقدرش يخلي القطط تاكل ستورت وبيدافع عنه وبيقوله إنه بيعمل كده عشان خطر عيلته وجورج مش عشان بيحبه لأنهم بقوا زعلانين وبقاساء من ساعة ما هو ميشي من البيت وكل الكلام اللي قاله كان كدب وصورته لاتقطعت اتشالت من الصورة عشان تطبع على إعلاناته وبيقرر سنوبل إنه لازم يدافع عنه ضد كل القطط وبيقول سموكي إنه هو كمان هيتعاقب على قرارة دفاع عن ستورت وبيحاول ستورت إنه يهرب من على الشجرة ويفلت من القطط لحد ما بيمسك في غصنه وبيفضل متشعلق فيه وما بيقدرش يتحرك من عليه وبيتلم عليه كل القطط وبيبقوا وقفين على غصنه واحد فبيجي سنوبل من وراهم وبيقدر إنه يكسر الغصن نفسه وبيخليهم كلهم يقعوا في المياه اللي تحتهم وبيخرجوا منها بالعافية وبيهربوا من الجنينة لكن بيفضل سموكي هو اللي على الشجرة وبيجي من ورا سنوبل وبيكون عايز يرميه في المياه اللي تحت لكن ستورت بيقدر إنه ينقذوا عن طريق إنه بيشد الغصن وبيسيبوا يضرف وش سموكي وبيوقعوا في المياه وأول ما بيخرج منها بيلاني فيه كلب مستنيه وبيجري وراه وبيأخذوا سنوبل وبيرجعوا من تاني للبيت عشان يستنوا عليتهم وبيبقى ستورت ركب على ظهره وراجعين سوا وأما بيبصوا من شباك البيت قبل ما يدخلوا بيلاوا إنه قالوا جورج نايمين ومسكن التليفون على أمل إن حد يتصل بيهم ويقولهم مكان ستورت وفريدريك صاحي معاهم وقبل ما جورج يتنقل قطه عشان ينام فيها بيشوف ستورت وقف ورا الشباك وبيقول لأهله اللي بيفتحوا له فورا وبيكونوا مبسوطين جدا إنه برجع لهم من تاني وبيسألوا إزاي عارف مكان البيت فبيقولهم إن سنوبل ساعده جدا وبيرجع ستورت من تاني البيت واستقه له أخو جورج فيديو ده كتبه يوسف إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام